موسيقى الآن وصلنا للمحور الثالث والأخير في دورة اليوم والذي هو أهمية إدارة الموارض البشرية والذي يت tasks bysteY القسم الأول هو أهمية إدارة الموارض البشرية بالنسبة للمؤسسة والقسم الثاني هو أهمية إدارة الموارض البشرية بالنسبة لأفراد طبعا بالقسم الأول سنتحدث عن لماذا إدارة الموارد البشرية هي مهمة للمؤسسة مساعدة المؤسسة على بلوغ أهدافها من خلال المبادرة بتقديم الدعم بشأن كافة المجالات الخاصة بالموارد البشرية والهدف الرئيسي هنا هو التأكد من فعالية توجيهات وقرارات الإدارة بالنسبة للعاملين والعلاقات بين هذه الإدارة وبين العاملين إذن الإدارة الموارد البشرية هي مهمة للمؤسسة لتقديم كافة الدعم لحتى تحسن إدارة الموظفين والعنصر البشري ضمن المؤسسة القسم الثاني هو ليش إدارة الموارد البشرية مهمة بالنسبة للأفراد هي ببساطة تقوم بدور تهيئة بيئة تساعد العاملين على أفضل استخدام لقدراتهم ومهاراتهم بهدف تحقيق مصالحهم مع مصالح المؤسسة في آن واحد إذن إدارة الموارد البشرية تسعى إلى تحقيق الربحية الربحية بين المؤسسة وأرباب العمل وبين العاملين في الختام نجد أن إدارة الموارد البشرية كعلم إدارة تشكل عامل مهم جدا لتحقيق أهداف واستراتيجية المؤسسة وهي لا تقل أهمية عن أي إدارة أخرى موجودة في المؤسسة بل على العكس فإن إدارة العنصر البشري والمتغيرات والفروقات الموجودة تجعل من عمل هذه الإدارة أصعب من عمل باقي الإدارات التي يحكمها عدد أقل من المتغيرات يأتي دور الموارد البشرية هنا لضمان العلاقات الإنسانية بين جميع العاملين في المؤسسة وضمان كرامتهم وحقوقهم بالإضافة إلى تحقيق الربحية الربحية بين صاحب العمل وبين الموظف طبعا إدارة الموارد البشرية مجال كبير جدا ولا يمكن حصره بعدة دورات أو لطلع على عدد كتب بل هو مجال يحتاج إلى العلم والخبرة العملية معا والأخوات والأخوات الذين يعملون في هذا المجال يدركون حجم التعلم الذي يحصلون عليه من خلال مختلف التجارب اليومية التي تصادقه بالنهاية أعزائي أتمنى أن أكون قد وفقت لتقديم الشرح الكافي عن ما هي إدارة الموارد البشرية وكيفية نشأة هذه الإدارة وتطورها حتى يومنا هذا وما هو الدور الذي تلعبه كأحد الإدارات الموجودة في أي مؤسسة لكم مني خالص التحية ونسأل الله تعالى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمة الله